أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة اللجنة ذات الصفة القضائية أنها قد انتهت من بيع مشروع بوابة أمواج من المزاد العلني وقالت اللجنة في بيان لها اليوم بأنها قامت ببيع مشروع بوابة أمواج بالمزاد العلني بسعر وقدره 22.500.000 دينار بحريني وذلك بعد أن روسيا المزاد على شركة امتيك للخدمات وقد أدارت المزاد العلني لبيع المشروع كل من شركة مزاد بالتعاون مع شركة إكلاتونز وتنوه اللجنة أنها وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية يجوز لكل شخص أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو مزاد العقار بالزيادة على الثمن بشرط أن لا تقل الزيادة عن عشر الثمن ويجب أن يدعى مقرر زيادة خزينة وزارة العدل والشيون الإسلامية والأوقاف خمسة الثمن الجديد بموجب محضر ينظمه أمين السر اللجنة وإلا صار البيع نهائيا بعد انتهاء الفترة المشار إليها هذا يعتبر مشروع بوابة أمواج من المشاريع العقارية المتعددة لاستخدام ويقع بالقرب من مدخل جزر أمواج بمحافظة المحرق ويتكون مشروع من برجين متطابقين مؤلفين من عشرين طابقاً ويتسعان لثلاثمائة وثمانية وأربعين شقة بالإضافة إلى مبنى مكون من طابقين يضم ثلاثة وتسعين منزلاً ويشمل المشروع أيضاً برجاً مخصصاً لفندق مؤلف من مائة وثلاثة واربعين غرفة ويحتل مشروع بوابة أمواج مساحة أرض تبلغ ثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وواحد وتسعين متراً مربع وسيصل إجمالي مساحة البناء إلى نحو مائة وتسعين ألف متر مربع بعد إتمام المشروع